السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم طلاب الصفة الثالث الادادي. ان شاء الله النهاردة نشرح مع بعض الدرس التاني سرعة او معدل التفاعل الكيميائي. خدنا قبل كده في سنة اولى ان معدلة الكيميائية بعبر عنها بمعادلة لفظية. ومعادلة لفظية ده لفظي يعني حاجة عربية. المتفعالات بكتبها في اليمين والنواتج بكتبها في اليسار السهم. السهم بيشير الاتجاه سر التفاعل. اما معادلة الرمزية بكتب المتفاعلات على يسار السهم. والنواتج على يمين ايه? على يمين السهم. وبرضك هنا السهم بيشير الاتجاه سر التفاعل. وبكتب عليه شروط التفاعل ايه? اين وجدت? سرعة التفاعل الكيميائي او معدل التفاعل الكيميائي بتضمن تحويل مواد كيميائية اللي بسمها متفعالات إلى مواد كمية أخرى اللي بسمها النوادي. يبقى سرعة التفاعل الكيميائية بتتضمن ايه؟ تحويل المواد الكيميائية اللي هي متفعالات إلى مواد كمية أخرى اللي هي بسمها ايه؟ النوادي. طيب التفاعلات الكيميائية من حيث سرعة حدوثها تختلف. ازاي؟ في عن ده تفاعلات بتكون سريعة جدا. تفاعلات ايه? سريعة جدا. وتحتاج الى ايه؟ وقت كصير جدا. يفعى عندنا ايه? تفاعلات سريعة جدا. تحتاج去 الى ايه? الى وقت كصير جدا. زي مين? زي تفاعل الالعاب النارية. زي مين? تفاعل الالعاب النارية. طيب ركم اتنين. في تفاعلات بتكون بطيقة نسبيا. يعني شوية يعني. تفاعلات ايه? بطيقة نسبيا. ودي بتحتاج الى وقت قصير. وقت ايه? قصير. زي مين? زي تفاعل الزيت مع السودة الكاوية. لتكوين السابون. السودة الكاوية اللي هو هيدروكسيد السوديوم. او حتى البوتاس الكاوية. اللي هو بسميه البوتاس. لتكوين مين? السابون. تبدأ وياخد وقت قد ايه? يعني ممكن من ديئتين لتلات دقايق. رقم تلاتة. في تفاعلات كميئية بتكون بقى ايه? بطيقة جدا بقى. ودي بتحتاج الى ايه? الى عدة اشهر. زي مين? زي صدق الحديد. صدق مين? الحديد. وفي تفاعلات بتكون بطيقة جدا جدا بقى. تحتاج الى ايه? ملايين سنين. زي تكوين مين? النفط او البترول. في باطن ايه? الارض. يبقى التفاعلات الكيميائية تختلف من حيث سرعة تحدثها. يتفاعلات كميائية بتكون ايه? هم? سريعة جدا. يبقى السريعة عند واحدة بس. اما البطيقة ثلاثة. بطيقة نسبيا. بطيقة جدا وبطاء جدا جدا. السريعة جدا تحتاج الى وقت ايه? قصير جدا زي الالعاب النارية. البطيقة ها شوية اللي هي نسبيا تفاعل الزيت مع صدق كوية تكوين السبو. البطيقة جدا تحتاج الى ايه? عدة اشهر. زي مين? زي صدق الحديد. يبقى ما اقول لك هنعلل ليه صدق الحديد من التفاعلات كميائية البطاء جدا ليه؟ لانها تحتاج الى عدة ايه? اشهر. لحدوثها. طبعان اللي هيه تكوين النفط من التفاعلات الكيماية البطاء جدا جدا. ليه? لانها تحتاج الى ملايين سنوية. طيب يعني ايه اصلا سورة التفاعل الكيميائي او معدل التفاعل الكيميائي. برسم علاقة بيانية. برسم علاقة بيانية. ما بين التركيز. والزمن. التركيز هقدرو بواحدة المول على اللتر. المول على ايه? على اللتر. والزمن بواحدة الدقيقة. كلمة المول دي عبارة يعني العناصر اللي هي بتدخل في تكوين الجزئ دي بتكون لها كتل. كتل زرية. مقدرة بواحدة الجرامات. يبقى كلمة مول يعني ايه? يعني الكتل الزرية للعناصر. الكتل الزرية للعناصر. اللي هي دخلة ايه? في تركيب الجزئ مقدرة بواحدة ايه? الجرامات. يبقى انا هرسم ايه? على المحوى الرصادات اللي هو محوى الرأسي التركيز. وقدر بواحدة مين? المول على اللتر. وعلى المحوى القفقي اللي هو السينات الزمن بواحدة مين? الدقيقة. دايما كده انت عينك على المحوى الرأسي. هنا بتكون المتفعلات. هنا بتكون مين? المتفعلات. طيب وبالنسبة النواتج بتزهر من نقطة الاصل. بتزهر من نقطة الاصل. هي نقطة الالتقاء الشعائي. طيب. في بداية التفاعل الكيميائي بيكون تركيز المتفعلات بيكون اكبر ما يمكن. البداية خالص. في بداية التفاعل الكيميائي. بيكون ايه? تركيز المتفعلات بيكون ايه? اكبر ما يمكن. اكبر ما يمكن. والنواتج بتكون اقل ما يمكن يعني صفر. لسه فيش حاجة زهرت لسه. بمرور الوقت. بمرور الوقت بيحصل ايه? بيقل تركيز المتفعلات. ويبدأ تركيز مين? النواتج يزيد. والنقص في تركيز المتفعلات يساوي الزيادة في تركيز النواتج. يعني مسلا عندي لو انا عندي المتفعلات. في بداية التفاعل مية في المية. يبقى النواتج سفر. طيب المتفعلات لما توصل مسلا لستين في المية. يبقى النواتج كام? صح? يبقى اربعين في المية. في نهاية التفاعل خالص بقى بيكون تركيز المتفعلات سفر. وتركيز النواتج هو اللي كام مية في المية. هو كام مية في المية. يبقى في بداية التفاعل الكيميائي تركيز المتفعلات اكبر ما يمكن. والنواتج سفر. بمرور الزمن بيحصل ايه? بيقل لتركيز المتفعلات ويزداد تركيز النواتي. طيب في نهاية التفاول خالص بيزبح تركيز المتفعلات صفر والنواتي بيزبح كام مية في المية. والنقص في تركيز المتفعلات يساوي الزيادة في تركيز مين? النواتي. وده بسميه معدل او سرعة التفاول الكيميائي. يبا سرعة التفاول الكيميائي هو ايه? هو تغير في تركيز المواد المتفعلة والمواد النتجة خلال وحدة الزمن يبقى هو ايه؟ التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد النتجة خلال وحدة مين الزمن يبقى سرعة التفاعل أو معدل التفاعل الكيميائي هو ايه؟ هو التغير في تركيز المواد المتفاعلة والمواد النتجة من التفاعل خلال وحدة ايه؟ طيب اعرف ازاي ان التفاعل انتهى ازاي؟ بثبوت كل من تركيز المتفاعلات والنوايتك ايه سيبت خلاصة؟ يابا كده التفاعل ايه انتهى؟ تعال نشوف مثال مع بعض تفاكك خامس اكسيد النيتروجيه تفاكك ايه؟ خامس اكسيد النيتروجيه انتو اوفايف ده اسمه ايه؟ خامس اكسيد النيتروجيه تفاكك الى ايه؟ الى ساني اكسيد النيتروجيه ان اوتو ساني اكسيد النيتروجيه زائد غاز الاكسوجين طبعا هنا معادلة هنا مش موزونة انوزينها ازاي؟ تحطينا هنا اتنين اصبح عنده هنا الاتنين في اتنين باربع با عندك اربع ان وهنا واحد يبقى احط هنا ايه؟ اربع طيب الاتنين في خمسة باعش عندك هنا عشرة او طيب الاربعة في اتنين بتمانية تمانية باتنين عشرة بكده الموزونة ممكن يك في امتحان ايه اقولك وضح بالمعادلات تفاكك خمس اكسيد النيتروجيه يبقى ده المعادلة بتعبر عن ايه؟ تفاكك خمس اكسيد مين؟ الننيتروجيه تعالى نشوف مع بعض بقى تركيز المتفاعلات في البداية وفي النهاية بيكون ايه؟ وتركيز النواتج في بداية التفاعل الكيميائي والنهاية بيكون ايه? تعال نشوف كده مع بعض الجدول التاني. هنا. عندي هنا الزمن بيئة دقيقة. وتركيز المتفاعلات خمس اوكسين نترجين. وتركيز النواتج ساني اوكسين نترجين وغاز اوكسجين. في بداية التفاعل خالص. يعني لسه ما فيش وقت عدى خالص. يعني الزمن هنا صفر. تركيز المتفاعلات كام? بيكون اكبر ما يمكن. يعني هو تركيزه كام هنا? ستاشر. ستاشر من مية. يبقى حط نقطة هنا. يبقى تركيزه اكبر ما يمكن. تبوي النواتج. سفر اهو. اهو. اهو ده السفر. يبقى في بداية التفاعل الكيميائي تركيز المتفاعلات بيكون اكبر ما يمكن. والنواتج بيكون اقال ما يمكن يعني سفر. بايب. تعال شوف بقى بمور الزمن بقى بيحصل ايه? لما مر اتنين دقيقة. بعد مرور اتنين دقيقة. عن اتنين اهو. بيشبع تركيز خامس اوكسين من مية. اهو. نزل. طيب وتركيز ساني اوسيجين بقى كام? بقى ستاشر من مية. يبقى بقى ستاشر من مية. يبقى فوق هنا كده. اهو. لتركيزه. طيب وغاز الاوسيجين كام? اربعة من مية. يبقى هنا هو في النص بالزبط. هنا. يبقى اربعة من مية. طيب كمل. بعد مرور اربع دقائق. بعد مرور اربع دقائق. بيزبح تركيز خامس اوكسين من درجين بقى كام? بقى اربعة من مية. يبقى عند اربعة من مية. اهو. نزل اهو. طيب. وتركيز ساني اوكسين من درجين بقى كام? اربعة وعشرين من مية. وهتلع فوق عند اربعة وعشرين من مية. زي انت. طيب وبالنسبة تركيز غاز الاوسيجين بقى كام? ستة من مية. يعني هنا في النص بالزبط هنا كده. طيب تعال نكمل. بعد مرور تمن دقائق. تمن دقائق. اصبح تركيز خامس اوكسين من درجين بقى صفر. يعني تحت هنا. بقى صفر اهو. طيب وتركيز ساني اوكسين من درجين بقى كام? بقى اتنين وثلاتين من مية. وتركيز غاز الاوسيجين بقى كام? تمانية من مية. بقى تمانية من مية. اهو. بقى كام تمانية من مية. طيب بعد مرور عشرة دقائق. نفس الشيء تركيز خامس اصيبنا درجين سفر. يعني هنا اهو. بقى سابق خلاص. يبقى كده التفاعل انتهى خلاص. ونفس الشيء ساني اصيبنا درجين بقى كام? اتنين وثلاتين من مية. بقى خط افقي. يعني سابق خلاص. ونفس الشيء بالنسبة للأكسجين. سابق خلاص. يبقى في بداية تفاعل كميائي بيكون تركيز المتفاعلات اكبر ما يمكن. اكبر ما يمكن. ويه النواتج بيكون اقل ما يمكن يعني صفر. بمرور الزمن بيقل تركيز المتفاعلات ويزدد تركيز النواتج. ويزد ايه? تركيز النواتج. في نهاية تفاعل كميائي بيصبح تركيز المتفاعلات صفر. والنواتج بيكون ايه? اكبر ما يمكن. بيكون ايه? اكبر ما يمكن. موكفي امتحان يقول لي هنا وضح بمعادلات تفاكك خمس اكسيد نتروجين. او يجيب لي معادلة نفسها ويكتب لي ان هو تقول لي واحد تلاتة او اتنين وتلاتة. ويقول لي استبدأ الاركام بالمعادلة. طبعا المتفاعلات قلنا على المحور ايه? الرأس النواتج بتزهر من هنا. المتفاعلات يبادئت المتفاعلات. يبادئ خمس اكسيد نتروجين. يبادئ ان تو او فايف. ليه? ما يقول لي ايه السبب? هقول له انا شبطية التفاعل الكيميائي بيكون تركيز متفاعلات مية في المية. وفي النهاية بيكون صفر. طيب. بالنسبة من مين النواتج? ساني اكسيد نتروجين والاكسجين. دي النواتج. طيب ليه؟ لأن في بداية التفاعل الكيميائي بيكون تركيزها صفر. وفي النهاية بيكون مية في المية. طيب. ساني اكسيد نتروجين بقى. يا ترى هيكون رقم اتنين ولا رقم ثلاثة؟ براف رقم ايه? تلاتة. طب ليه رقم ثلاثة ليه? يبادئة. ان قوتوم. ليه? انا عندي هنا اربعة عدد مولاد ساني الاكسيد نوتروجين اربعة وعدد مولاد الاكسجين هنا مكتوب هنا واحد يعني ما هيبكتبش يعني تركيز ساني الاكسجين بيكون اكبر من تركيز مين الاكسجين. عشان كده بيلاحظ ايه? ان لازم يكون اعلى من مين الاكسجين. يبقى رقم تلاتة هو مين سان اكسيد مين نتروجين. ورقم اتنين هو مين الاكسجين. اما اقول العالي اللي هم ليه لاتنين دولارة مين النواتج ليه? هقول له عني في البداية كان صفر. وفي النهاية تركيزهم كان مية في المية. طيب تعالي اشوف مثال تاني. نجيب لي معادلة. تو اكس. تو واي زائد زد. قال لي استبدل. الاركام ده هي الموجودة في الرسم بياني بالمواد. هزي المواد الموجودة في المعادلة. طيب احنا اتفهم مع بعض ان هنا ايه? المتفاعلات. يبقى رقم واحد ده يعتبر مين المتفاعلات? وان المتفاعلات بكتبه فين في اليسار. يبقى اكس. يبقى رقم واحد مين? اكس. طيب ايه السبب? هقول له ان في بداية التفاول الكيميائي تركيزة مية في المية. وفي النهاية بيكون تركيزة كام? اقل لما يمكن يعني صفر. طيب. وبالنسبة النواتج مين? طبعا الواي والزد. ليه? لان في البداية تركيزها بيكون صفر. في النهاية بيكون تركيزة ايه? مية في المية. طيب يا طرق بقى. الواي هيكون رقم اتنين وتلاتة. هم? براف صح? رقم تلاتة. ليه? لان عدد مولات الواي اكبر من عدد مولات الزد. يعني هنا اتنين وهنا واحد. وبالتالي تركيز الواي هيكون اكبر من تركيز مين? من تركيز الزد. كمان اللي احنا لاحزنا حاجة ان التركيز الواي هو نفس تركيز مين الاكس. عشان كده هتلاقي هم الاتنين في مستقى واحد. وهم الاتنين ضعف تركيز مين الزد. كمان اللي احنا بصينا في الرسمة هنا. شف عندي هنا كان اتنين. وهنا كان اربعة. يعني ساني اكسين النيتروجين تركيزه ضعف تركيز خمس اكسين النيتروجين. لو احنا لاحزنا برضك كده شوفنا اهو. المسافة دهيت دي كلها قد دي مرتين ضعفة. طيب هنا اربعة وهنا واحد. لو لاحزنا ايضا هنلاقي ان ساني اكسين النيتروجين اربع ضعف الاكسجين. اه. كده كده واحد اتنين ثلاثة اربع ضعف المسافة دي. طيب تعاني نشوف مسال اخر. جاب هنا بقى ايه? جاب لرسم مياني وقال اكتب لي معادلة. هم تفقين مع بعض. مين المتفاعلات? عالمحور الرأسي. يبقى ايه وبي دي المتفاعلات. يبقى اكتب كده. ايه زائد بي دي المتفاعلات. طيب وفي النواتج? هبتظهر من نقطة يبقى سي. يبقى عمل سهم. طيب دي ايه? السي. لكن في عندي هنا ملاحظة. ان تركيز الاي اكبر من تركيز البي يعتبر ضعف. عشان كده هعمل هنا ايه? تو اي. ليه? لان تركيز الاي ضعف تركيز البي. طيب. تركيز السي نفس تركيز مين? الاي? عشان كده برضك هعمل هنا ايه? تو. لما اقول العلي اللي هما دولت الاي والبي هما اللي متفاعلات ليه? هقول لان في البداية تركيزهم مية في المية وفي النهاية صفر. طيب السي ايه نقطج ليه? لان في البداية صفر وفي النهاية بيكون ايه? تركيزه مية في المية. طيب ازاي بقى قيس سرعة التفاعل الكيميائي? ازاي قيس سرعة التفاعل الكيميائي? بقى ايه سرعة التفاعل الكيميائي? ومعدل اختفاء اختفاء احدى المواد المتفاعلة او ظهور احدى المواد النتيجة بيكفي امتحان طبعا بيقول لي ايه كيف يمكنك قياس سرعة التفاعل الكيميائي يبقى ايه سرعة التفاعل الكيميائي ازاي بمعدل اختفاء احدى المواد المتفاعلة او ظهور احدى المواد النتيجة من التفاعل او بيكفي امتحان يقول لك اكمل يقاس سرعة التفاعل الكيميائي بمعدل اختفاء نقط او ظهور نقط. يبقى اختفاء ايه? احدى المواد المتفعلة? او ظهور احدى المواد ايه? النتيجة. طيب اوضح بمسال. كيف يمكنك ياسر التفاعل كنيائي? تفاعل هيدروسيد السوديوم. الى السودة الكوية. ده عديم اللون. عديم اللون. زاد كواتية النحية. كواتية النحية. زاد اللون ايه? اللونها ازرق. النادج ايه? لان هنا الكابرتات الكافوات سنائي. والسودة محايا هنبدل الكافوات. زاد سي يو او اتش. كل اتنين. لان النحاس كافو ايه? سنائي. هيدروسيد النحاس ده اللون ايه? راسب ازرق. طيب ازا بايه السورة التفاعل دوت? بمعدل اختفاء محلول كابرتات النحاس الزركاء. ايه مختفى اللون دوت. او يظهر راسب ازرق. يظهر ايه? راسب ازرق. منين? من هيدروسيد النحاس? منين? هيدروسيد النحاس. طيب. يقول لك ماذا يحدث عند تسخين هيدروسيد النحاس? لما سخن. ايه اللي يحصل? هم? برافو. لما سخن هيديني اوكسيد النحاس زائد بخار الماء. زائد مين? بخار الماء. طيب. ازاي تحصل? كيف يمكنك الحصول? على النحاس من هيدروسيد النحاس? هم? تعمل ايه? يبقى عن طريق تسخين. اسخن. اسخن مين? هيدروسيد النحاس. هيتكون ايه? اوكسيد النحاس وبخار ايه? الماء. طيب اكسيد النحاس دوت? هعمل ايه? همرر عليه ايه? غاز الهيدرجين. وسخن. ايه اللي يحصل? هيتاكسد الهيدرجين الى بخار الماء ويختزل. اكسيد النحاس الى النحاس. بيبقى يدينه المية والنحاس. يجب اقول لك ازاي تحصل على النحاس من هيدروسيد النحاس او حتى كباتات النحاس? كيف يمكنك الحصول على النحاس من كباتات النحاس الترقطية. اول طريقة ان انا مرر المين الماغنسيوم. اضافة الماغنسيوم الى كابتات النحاس. هيحل محلل النحاس على طول بشارته. او ان انا سخن. كابتات مين النحاس. هيدينا اكسيد النحاس بضا كناس الشيء. وتصمعت غاز مين. سيروس اكسيد مين الكابريت. ثم امرار غاز مين. ثم امرار الغاز الهيدروجين. هيدينا بخوار ماء اتشتقه والنحاس. طيب تعاني نشوف بعد كده. العوامل المؤسرة في السرعة التفاول الكيميائي. ايه العوامل بتقسر في السرعة التفاول الكيميائي? رقم واحد طبيعة المتفاعلات. رقم اتنين تركيز المتفاعلات. تلاتة درجة احرارة التفاعل. اربعة العوامل الحفازة والانزيمات. دي العوامل اللي تؤثر في السرعة التفاعل الكيميائي. طبيعة المتفاعلات. تركيز المتفاعلات. درجة حالة التفاعل. العامل الحفازة والانزيمات. طيب اكمل يكسد بطبيعة المتفاعلات نقط ونقط دايما في امتحان دي. طبيعة المتفاعلات سببها ايه? اول حاجة نوع الترابط بين جزيئات المواد المتفاعلة. ومساحة سطح المواد المتفاعلة. المعارضة للتفاعل. يبقى اكمل يكسد بطبيعة المتفاعلات نقط ونقط. اول حاجة ايه? نوع الترابط بين جزيئات المواد المتفاعلة. اتنين مساحة سطح المواد المتفاعلة المعرضة ده ايه? ليه التفاعل? تعالي نشوف اول حاجة نوع الترابط بين جزئات المواد المتفاعلة. الترابط الايوني او التساهمي ده بيؤسر في صورة التفاعل الكيميائي. فعندنا مركبات الايونية. ومركبات التساهمية. المركبات الايونية عند وضعها في الماء تفكت كليا. عند زيبانها في الماء احصل لها ايه? تفكت كليا. وبتوجد في محللها على هيئة ايونات. عشان كده التفاعل بيكون سريع. تفاعلها بتكون سريع ليه? لانها بتتم بين الايونات. النتيجة عن تفاعلها في الماء. اما مركبات التساهمية تفاعلها بتكون بطيقة. لانها بتتم بين ايه? بتتم بين الجزئات. لان عند زيبانها في الماء بيصعب تأيونها. عند زيبانها في الماء بيصل ايه? بيصعب تأيونها. فبتوجد في محللها على هيئة ايه? جزئيات. فالتفاويل بيتم بين الجزئيات. لكن هنا هو التفاويل بيتم بين مين? بين الايونات. عشان كده المركبات الايونات مركبات الساهمية تفاعلتها بطيئة لانها تتم بالنقط تتم بين الجزئين. تب وضح بمسائل. ده تفاعل مين? تفاعل كلورود السوديوم. مع مطارات الفضة. عند وضع في الماء ده بيزوب وده بيزوب في الكون ايونات. موجب وسالب موجب سالب. بيحصل ايه? تبادل. الموجب مع السالب والموجب مع السالب. عشان كده فقط بتكون سريعة. يعني ادين ايه? بيدينا ايه? 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 موجب سالب هوت. زائد اي جي. قد الاول بفلز الاول. اي جي سي ال. ده عبارة عن ايه? راسب ابيض. من كولورود مين الفضة. بعد ده هنا موجب سالب. طبعا هنا معمش هنا موجب سالب لان ده خلاص بقى راسب. يعني ده لا يزوب في الماء. عشان كده هنا معمش هنا ايه? ايونات. ودي اسمها معادلة ايونية. لما قول لي وضح بمعادلة ايونية. تفاعل كولورود السوديوم مع مطارات الفضة. نسمها معادلة ايه? ايونية. اما قولنا عن ليه? تفاعل كولورود السوديوم مع مطارات الفضة من التفاعلات الكيميائية السريعة لانها بتتم بين ايه? بين الايونات. لانها بتتم بين الايونات. نتيجة عن تفكت كل منهما في الماء. حطها في مية تدينا ايونات مجابة وايونات ايه? سالبة. طب تعاني نشوف بعد كده بقى مساحة السطح. ازاي مساحة السطح بتؤثر في سرعة تفاعل كيميائي? مساحة السطح ازاي? بتؤثر في سرعة التفاعل الكيميائي. لو انا مسلا عندي مادتين. المادة ايه? ويه المادة بي. المادة بي ده هي على هيئة قطعة واحدة. على هيئة ايه? قطعة واحدة. بلحزة عندي هنا ايه? ان المادة ايه? للخطة دهيت. تفاعل مع جزيئات السطح الخارجي بس. اللي برا بس. دون الوصول الى الجزيئات الموجودة في العمق. مش قادرة توصل للجزيئات الموجودة في العمق لانها عبارة عن قطعة واحدة كبيرة. زي مكعب السكر كده. حط مكعب السكر في المياه. بيهاخد وقت لغاية المي يدوب. لان المياه هنا بتتفاعل مع مين? مع السطح الخارجي للسكر. مش قادرة توصل للجزيئات السكر الموجودة في العمق. تبتاع نشوف بقى. لما اجيب بقى هنا المادة وخليها على هيئة ايه? مسحوق او بودرة او هيئة خراطة. ايه اللي بيحصل? جزيئات المادة ايه? تتفاعل مع السطح الخارجي وكمان مع جزيئات السطح الداخلي. يعني اللي برا واللي جو. انت هنا بتزود مساحة السطح. يعني بتزود عدد الجزيئات المتفاعلة. فيزداد سرعة التفاعل ايه? الكيميائي. يعني هنا التفاعل الكيميائي هنا بيكون بطيء. لان مساحة السطح هنا بيكون ايه? صغيرة. المساحة صغيرة. لكن انت بتزود ايه? المساحة. هنا مساحة كبيرة. زودت عدد الجزئات المتفاعلة. وبالتالي يزداد معدل التفاعل ايه? الكيمياء. هنا مكعب سكر وهنا ايه? سكر بودرة. طبعا هنا سكر بودرة بيدوب اسرع. ليه? لان هنا المي بتتفاعل مع الجزئات الموجودة في البر وكمان الموجودة فين? في العمق. يعني بره وجوه. زي بالزبط المجيب. درنتين بطاطس. واحدة سليمة حطها في زيت. والتانية متقطتها ترنشاط. طبعا السليمة. هنا الزيت بيوصل لبره بس. مش قادر يوصل للبطاطس الموجودة فين? في العمق. لكن لما تكون على هيئة القطعة صغيرة. ده الزيت هنا بتفاعل مع الجزئات الموجودة في الخارج وفي الداخل. سطح الخارجي وكمان الجزئات الموجودة في العمق. فانت هنا بتزود ايه? المساحة فيزداد معدل التفاعل ايه? الكيميائي. طيب بيفي امتحان بيقولك ايه? وضح بنشاط. اثر مساحة سطح. المتفاعلات على سورة التفاعل الكيميائي. طبعا بكتب له الادوات والخطوات والملاحظة والاستنتاج كمان المعادلة. طيب اول حاجة ايه? ايه الادوات عندنا هنا دورقان? دورق ودورق. و سرينجتان عشان نجمع فوق من غاز المتساعد. و حجمان متسويان من حمض الهايدرو كلوريكي مخفف. و كتلتان متساوياتان من الحديد. قد بعض. لكن في واحدة على هيئة ايه? برادة. والتانية على هيئة قطعة ايه? واحدة. تاني. دورقان. سرينجتان. و حجمان متساويان من الحمض اللي هيدرو الكوريكي مخفف. و كتلتان متساويتان من الحديد. هدوم على هيئة برادة. والاخرى على هيئة ايه? قطعة. يبقى فيه هنا عندي هنا عامل سابت. اللي هو الحمض. ان الحمض هنا تركيزه موحد في الاتنية. لكن العامل المؤثر هنا في التجربة او النشاط هو مساحة ايه? السطح. اني عندي هنا مساحة السطح هنا الحديد على هيئة برادة. يعني كبير. وهنا كتلت الحديد هنا المساحة هنا بتكون قليلة. طب تعالي نشوف بقى الخطوات ايه? ضع في احدى الدمركين برادة الحديد. نحط هنا برادة حديد. و في الاخر كتلت مين الحديد. ونضيف الى كل منهما حجمان متساويان منين من حمض اللي هيدرو كوريكي مخفف. طيب. هقيس سرعة التفاعل الكيميائي من خلال الفترة الزمنية. دي مهمة اوديت. هيسل نخلل ايه? الفترة الزمنية التي يستغرقها التفاعل. مع سبات كمية الغاز المتساعد في سرينجتين. يعني ايه? هشوف هنا مثلا طلع سنتمتر مكعب تلاتة سنتمتر مكعب. وهنا طلع تلاتة سنتمتر مكعب. بس يا طرق بقى هنا. خد وقت قديه. وهنا خد وقت قديه. يبقى هنا اقارن بين سرعة التفاعل الكيميائي من خلال ايه? الفترة الزمنية. التي يستغرقها من التفاعل. طيب. الحديد رمز ايه الحديد? اف اي. زي. حمض الهايدرو كوريك. اتشي سي ال. مخفف. هدين ايه? طبعا ده الحلال ايه بسيط. اف اي. ملح. كوريدي الحديد اتنين. زائد غاز مين? غاز الهايدرو جين. طيب. عند هنا معادلة مش يوزون. هنا اتنين. وهنا واحدة وهنا واحدة. بحط هنا ايه? حط هنا اتنين. كده معادلة بقت ايه? موزون. يعني عندنا الحديد زائد حمض الهايدرو كوريك مخفف. بيديه كلوريل الحديد اتنين وتساعد غاز مين? غاز الهيدروجين. طيب دي المعادلة. طيب تعالي نشوف بقى. المراحزة عندي هنا ان سرعة تفاعل كيميائي في حالة براضة الحديد بيكون اكبر من سرعة تفاعل كيميائي في حالة كتعة ايه? الحديد. يبقى التفاعل هنا ايه? براضة الحديد بيكون اكبر من سرعة تفاعل كيميائي في حالة مين? كتعة الحديد. طيب ليه? ايه السبب? لان مساحة سطح مساحة السطح برادة الحديد اكبر من مساحة سطح قطعة الحديد. والتفاعل الكيميائي بيزيد بزيادة مساحة السطح. ايه? بيزداد بزيادة من مساحة السطح. المادة معرضة ايه? للتفاعل. طب ليه? اما اقول لعلي اللي? ليه التفاعل الكيميائي بيزيد لما زود المساحة? نتيجة لزيادة عدد الجزيئات المتفاعلة. نتيجة ايه? لزيادة عدد الجزيئات ايه? المتفاعلة ام معرضة ايه? للتفاعل. يعني يقول له علل تزداد صورة التفاعل الكيميائي بزيادة من شهد سطح الايه? انتجال زيادة عدد جزئات المتفاعلة ام معرضة ايه? للتفاعل. عشان كيقول له برضك ايه? علل. يفضل استخدام النيك المجزأ فيها درجة الزيوت بدل من القطع. يعني النيك اللي هو حيطة صغيرة بدل من القطع الكبير. ليه? لان مساحة سطح النيك المجزأ اكبر من مساحة سطح مين قطع عنيك. والتفاعل الكيميائي يزداد بزيادة مين? من مساحة سطح الايه? المعرض لالتفاعل. اكمل ما يلي. تفكك خامس اوكسين النيدروجين الى ايه? صح. الى سان اوكسين النيدروجين يبقى زاد غاز من الاكسجين. اتنين تتوقف طبيعة المواد المتفاعلة على على ايه? صح. نوع الترابط بين المواد المتفاعلة ومساحة سطح المادة المعرضة ليه? للتفاعل. ثلاثة. المركبات الساهمية تكون تفاعلاتها بطيئة. لانها تتم بين بين ايه? صح. بين الجزئيات. بينها ومركبات الايونية تفاعلاتها بتكون سريعة لانها تتم بين ايه? بين الايونات. اتنين. اختر كل مما يأتي ويؤثر على معدل او سرعة تفاعل كيميائي ما عادا. تركيز المتفاعلات. طبيعة المتفاعلات. طبيعة النواتج در الحالة التفاعل. طب ما عادا ايه? طبيعة النواتج. ثلاثة. صوب ما تحتاجه خط. التفاعلات الكيميائية التي تحدث في باطل الارض لتكوين البترون. تحتاج لايه? صح. ملايين السنين. اتنين. يسمى التغير في حاجم المواد المتفاعلة. طبع التغير في ايه? تركيز المواد المتفاعلة ومواد النتجة بسرعة تفاعل ايه الكيميائي تلاتة في بداية تفاعل كيميائي تكون نسبة تركيز المتفاعلات في البداية يبقى كام مية في المية اكبر ما يمكن من الشكل المقابل رقم واحد اكتب المعادلة الكيميائية الدل على التفاعل تفاعل مين هيدروكسيد السوديوم مع كابرتات ايه ان حاسح نسكتبناها الوقت هيدروكسيد السوديوم زائد مين كابرتات النحاس طبعا ازاي يقول بقى الزيت ايه الصورة تفاعل كيميائي بمعدل ايه اختفاء لون كابرتات النحاس الازرق او ظهور راسب ازرق من هيدروكسيد مين النحاس الازرق خمسة الشكل المقابل بيمثل تفاعل كتلتان متساويتان من كربونات الكالسوم مع حجمان متساويان من حمض الهيدروكوليك المخفف ما التفسير العلمي لزيادة معدل التفاعل في الانبوبة اتنين على الانبوبة واحد طبعا ليه لان ايه مساحة سطح كربونات الكالسوم في الانبوبة رقم اتنين اكبر منين من الانبوبة رقم ايه واحد والتفاعل الكيميائي يزداد بزيادة مين مساحة السطح هنا نشوف بقى تركيز المتفاعلات تركيز المتفاعلات احتمالية التصادم بين الناس في شارع ومزلحم يعمل يكون مثلا في شارع مزلحم فرح ولا حاجة? احتمالية التصادم بين الناس ده واردة بتكون اكبر من احتمالية التصادم بين الناس في الشارع الهادئ. يعني ما تكون واحد ولا اتنين ماشيين في شارع. طبعا احتمال التصادم منهم بتكون ايه? اقل بكتير. طيب بنفس الطريقة. لما زود التركيز. كلمة تركيز يعني ايه? يعني عدد الجزئيات. لما زود التركيز المتفعلات. يعني زود يعني عدد الجزئيات. بتزداد عدد التصادمات. اهم حاجة حتى دي. بيزد مين? عدد التصادمات المحتملة? بين جزئيات المواد المتفعلة فيزداد معادلة التفاعل كيميائي. تاني. لما زود التركيز بين كوزين كيها اللي بيسمها عدد الجزئيات يعني. بيزداد عدد التصادمات المحتملة. فيزداد معادلة التفاعل ايه? الكيميائي. نفس الشيء يقول لك ايه? وضح بنشاط. اثر تركيز المتفعلات على صورة التفاعل الكيميائي. نفس الادوات. دوركان سرنجتين. دولة موجودين معانا. دوركان سرنجتين. و شرطان متماثلان من المغنيسيوم. يعني عندي هنا الشريط زي بعض. شرطين قد بعض. حجمين متسويان من حمض الهاتيكوريك. بس ايه بقى هنا ايه? احدهم مخفف والاخر مركز. يبقى هنا العامل المؤثر هنا ايه? هو التركيز. مش المساحة بقى? المساحة عندي سبت. الشرطين زي بعض. لكن عندنا الحمض مزاي بعض. تركيزه مزاي بعض. واحد مخفف والتن ايه? مركز. طيب ضع عشر روطة المغنيسيوم. ضع عشر روطة المغنيسيوم في كل دورق. ونضفق لهم ايه? في احد الدورقين. الحمض مركز. في الدورق الاخر ايه? الحمض المخفف. وهنقارن بقى. هنقارن بين سورة التفاعل الكيميائي? من خلال ايه? ازاي ايه السورة التفاعل الكيميائي? ازاي? هنقص سورة التفاعل? هنقص سورة التفاعل الكيميائي من خلال عدد الفقعات المتصعدة. خلال ايه? عدد الفقعات المتصعدة في كل دورك. في كل دورك. طيب. يبقى هنا في النشاط ده كنت بقى ايه سورة التفاعل الكيميائي ازاي? من خلال ايه? الفترة الزمنية التي يستغرقها التفاعل خلال معسبات كمية مين? الفترة الزمنية التي يصدركها التفاعل مع سبات كمية الغازة المتساعدة. لكن هنا انا بقيه الصورة التفاعل كمية ازاي? من خلال ايه? من خلال كمية الغاز او عدد فقاعاته المتساعدة خلال زمن محدد. يعني ايه? هشوف مثلا خلال دقيقة هنا وهنا هيطلع غاز قديم. هيطلع غاز قديم هنا خلال دقيقة. وهنا خلال هيطلع غاز قديم. طيب. نكتب معادلة المغنسون من رمزه ام جي زائد حمض الهيدوريك اتش سي ال. طبعا ده احلال ايه? بسيط. هيدين ايه? ام جي سي ال تو. زائد غاز مين الهيدروجين تساعد. طبعا ازاي بيتم الكشفة عن غاز الهيدروجين سواء هنا او في التقربة اللي فاتت. انه بقرب ايه? عود سكاب مش نهل. بلحز انه بش نهل بايه? بفرقعة. عندي هنا طبعا ام معادلة مش عزونا هنا اتنين وهنا اتنين وحط هنا ايه? ايه اتنين. طيب. ام بلاحزة عندي هنا بقى? بلاحزة عندي هنا ان سرعة التفاول الكيميائي في حالة الحمض مركز اكبر من سرعة التفاول الكيميائي في حالة الحمض ايه? ام خاف. طيب ايه تفسير? ليه? لان بزيادة تركيز الحمض بيمكنسين كده اللي هي عدد الجزئات. بيزداد عدد التصادمات. اهم حاجة الجزئي دي. بيزداد عدد مين التصادمات? فيزداد معدل التفاعل كميائي. يبقى ليه? بزيادة تركيز الحمض بيزداد عدد تصادمات فيزداد معدل التفاعل كميائي. فبقى لك علم. ليه بيزداد سرعة تفاعل كميائي بزيادة تركيز المودة متفاعلة? ليه? لان بزيادة تركيز المودة متفاعلة بيزداد عدد الجزئيات المتفاعلة ويزداد عدد مين التصادمات بين جزئيات المودة متفاعلة فيزد معادة التفاعل ايه? الكيمياء. حين كي يقول ايه? علل. علل احتراق سلك تنظيف الالمونيوم في دورك به اكسجين نقي. اسرع من احتراكه في اكسجين الهواء الجو. انا عندي هنا دورك في اكسجين نقي. يعني بنسبة مية في المية هنا اكسجين. لكن الهواء الجوي نسبة الاكسجين كان واحد عشرين في المية. انا عندي هنا تركيز الاكسجين اعلى منين من الهواء. عشان كي بيكون معدل الاحتراق. سلك تنظيف الاواني في الدورك اكبر منين? من الهواء. يبقى ليه? لان تركيز الاكسجين في الدورك اكبر من تركيزه فين? في الهواء. والتفاعل الكيميائي بيزداد بزيادة تركيز مين? المتفاعلات. طيب الشكل المقابل بيمثل تفاعل كتلتان متساويتان من الخرصين مع حجمان متساويان من حمض الكابرتيك بتركيزين مختلفين. اي الكأسين تحتوي على الحمض المركز ومين فيهم احتوي على الحمض المخفف? هنبص على عدد الفقوعات المتساعدة. هنبص على ايه? عدد الفقوعات المتساعدة. بل لعزة عندي اني في الدور الاول رقم واحد يتساعد هنا عدد فقوعات كتيرة. يبقى هنا الحمض ايه? المركز. يبقى الكأس رقم ايه? واحد. ليه? لان عدد فقوعات المتساعدة في الكأس رقم واحد بتكون ايه? اكبر من كأس الرقم ايه؟ اتنين. تعال شوف بقى درجة الحرارة. انا لما بزود الحرارة ما بزودش عدد الجزئات. بيفضل عدد الجزئات سيبت زي ما هو. اهمال ايه اللي بيحصل? اللي بيحصل عندي هنا بيتزداد السرعة الجزئات بقى. يبقى هنا اما زود التركيز بزود عدد. لما زود ايه? التركيز بيزيد ميل العدد. لكن هنا هزود حرارة بيزيد السرعة الجزئات. فيزداد عدد صدمات محتملة فيزداد معدل التفاعل الكيميائي. يعني دي علاقة ايه? علاقة ايه? ترضية. يبقى درجة الحرارة وسرعة التفاعل علاقة ايه? ترضية. طيب وهنا. تركيز المتفاعلات. تركيز المتفاعلات. لما زود التركيز بيحصل ايه في السرعة التفاعل? بتزداد. صح? يبقى علاقة ترضية. طيب وهين? مياهة السطح. لما زود مساحة السطح بيحصل ايه في السرعة? بتزداد سرعة تفاعل الكيمياء يبقى لك ترضي. طيب يبقى مساحة السطح وسرعة التفاعل علاقة ترضي. لكن مساحة السطح والزمان علاقة ايه? علاقة عكسية. يعني ايه? يعني لما زود مساحة السطح هنا بياخد زمن اقل. بياخد ايه? زمن اقل من الدرق ده. يبقى انت لما زود مساحة بياخوة زمن الاقل. يبا العلاقة ما بين مساحة السطح والزمن علاقة عكسية. لكن مساحة السطح والسرعة التفاعل ده علاقة ايه? علاقة طردية. طيب. تعالي نشوف بقى النشاط اللي بيوضح ايه? اثر الحرارة على تركيز المتفعالات. لما بقل بقى في امتحان وضح بنشاط اثر الحرارة على سرعة التفاعل الكيميائي. النشاط ضغط منه مزاير فدايما نيجي في مدحان. الادويات كأسان زجاجيتين بهمة حجمان متساوية من الماء. احدهم ماء ساخن والاخر ماء بارد. وكرسين فوار. ضع احد الكرسين في الماء الساخن والكرس الاخر في الماء البارد وهنقارن بنسوع الفوران كل منهم. المراحزة عندي هنا ايه? ان الفوران اللي بيحدث في الماء الساخن بيكون اسرع من الماء البارد. طيب ايه السبب? ايه التفسير? لان بالزيادة درجة الحارة بتزداد سرعة الجزيئات فيزداد عدد صدمات محتملة فيزداد معدد تفاعل كيميائي. يبقى الاستنتاج ايه? ان التفاعل كيميائي بيزداد بزيادة درجة من الحرارة. طيب اعلل. اما اقول لها اعلل ليه? سرعة تفاعل كيميائي تزداد بزيادة درجة الحارة ايه? لان بزيادة درجة الحارة بتزداد عدد التصدمات محتملة فيزد معدد تفاعل ايه? الكيميائي. طيب. الميشي متحاني اقول لك اذكر اهمية التلاجة. السلاجة هميتها ايه؟ طبعا حفظ ايه؟ الأطعام من التلف طبعا ليه؟ ليه السلاجة تستخدم في حفظ الأطعام من التلف ليه؟ لأن التبريد بيبطئ من سرعة التفاعلات الكيميائية التي تحدثها البكتيريا اللي يسبب تلف مين؟ الطعام يبقى ليه؟ لأن التبريد بيبطئ من سرعة التفاعلات الكيميائية التي تحدثها مين؟ البكتيريا التي تسبب تلف الطعام طيب العكس بق فصل الصيف فصل الصيف بيطلق على طعامة بتبوز بسرعة طيب ليه لان الحرارة بتزود من سرعة التفاعلات الكيميائية اللي بحدثها مين البكتيريا طيب علم رفع درجة الحرارة بيؤدي الى طهي الطعام بسرعة اكبر لما بزود النار هنا الطعام بيطهى بشكل اسرع ليه لان سرعة التفاعلات التي تتم التهي الطعام تزداد بزيادة الدرجة الحرارة طيب تعاني نشوف بعد كده الاشكال التالية توضح تفاعل كتل متساوية من الكالسيوم مع كميات متساوية من الماء في ظروف مختلفة في اي حالة يبيتم التفاعل بشكل اسرع ولمازا في الشكل الاولاني هنا عند هنا قطعة كالسيوم وكاس الاولاني ده الحارة عشرين والكاس التاني اربعين ايه في الشكل التالت والرابع عند هنا ايه مسحوق كالسيوم لكن عند هنا في الكاس التالي ده الحارة عشرين وفي الكاس الرابع ده الحارة اربعين طيب مين فيهم باقي التفاعل بشكل اسرع طبعا الكاس رقم ايه براف رقم اربعة ليه لان هنا سرعة التفاعل كيميائي تزداد بزيادة حقين اتنين عندي هنا مساحة السطح كبيرة وكمان درجة الحارة ايه كبيرة يبا سرعة التفاعل بتزداد بزيادة مساحة سطح المواد ده مواردة التفاعل ودرجة ايه حرارة طبعا شبال عامل حفازة فيه مواد كيميائية بتكون بطاقة جدا احنا عاوزين نصراحها شوية وفيه مواد كيميائية بتكون سرعة جدا عاوزين نبطاها شوية طيب بس ايه لقى بستخدم مواد كيميائية اسمها عامل حفازة او عامل مساعدة يبا العامل حفازة اما اعرفه بقول مادة بتغير من معدل التفاعل الكيميائي دون ان تتغير يبا ايه مادة تغير من معدل التفاعل الكيميائي دون أن تتغير التفاعلات الكيميائية اللي بيستخدم هذه المواد بيسمها تفاعلات الحافز التفاعلات الكيميائية اللي بيستخدم لعمل دهية تحفازة أو مساعدة بيسمها تفاعلات الحافز وهنا لدينا نوعية تفاعلات حافز موجب وتفاعلات حافز سالب الموجب منتشرة أكثر انتشارة ودي تفاعلات كيميائية العام الحفاز بيزود من سرعة التفاعل الكيميائي في العام الحفاظ ايه؟ بيزود من سرعة التفاعل الكيميائي اما تفاعل الحفاظ السالب ديت بتكون الانتشارة وفي العام الحفاظ ايه؟ بيبطئ من سرعة التفاعل ايه؟ الكيميائي طيب ايه خصائص العام الحفاظ؟ دي مهمة جدا اول حاجة انه هو بيغير من سرعة التفاعل الكيميائي دون ان يؤثر سواء في بدء او يقاف التفاعل اول حاجة ايه؟ بيغير من سرعة من غير ما يؤثر سواء في بدء او يقاف من التفاعل برقم واحد. اتنين. كمية قل منه تكفي لاتمام التفاعل. يعني مش شرط حط كمية كبيرة. لا كمية صغيرة بس. تكفي لاتمام التفاعل. ده برقم ثلاثة. بيرتبط بالمواد متفاعلة وسرعان ما ينفصل عنها لتكوين النواتي. يعني هو بيرتبط بمواد متفاعلة وبعد كده ينفصل عنها عشان تكون ايه? النواتي. طيب اربعة. بيقلل من الطاقة اللازمة لحدوث التفاعل الكيميائي. يعني لسه التفاعل ده هو محتاج تسخين. لأ من غير تسخين ممكن احط ايه? العام الحفازة. هتقوم بالدور ده هو. وبالتالي تفاعل هيتم. يبقى يقلل منين من الطاقة اللازمة لحدوث تفاعل ايه? الكيميائي. طيب. الخامسة والاخيرة. لا يحدث له تغير كيميائي او نقص في الكويتلا. او نقص في الكويتلا. هنا ايه? حطيت خمسة جرام. في دولة التفاعل هيتم بعد انتهاء التفاعل هيتم خمسة جرام زم هم. يبقى لا يحدث لهم تغير كيميائي او نقص ايه? في الكويتلا بعد انتهاء مين? التفاعل. زي مين بقى? زي عندك فوق اكسيد الهيدروجين. تقرير لك انه هو دهنا مساء ست. فوق اكسيد الهيدروجين كنا بنستخدم ايه? ثاني اكسيد المانجينيز. ثاني اكسيد المانجينيز. كان عامل حفاز او عامل مساعد. بيزود من سرع التفاعل. هتتعانش في زي. بيجيب كأس نضع فيه كمية من فوق اكسيد الهيدروجين اللي بساني ماء الاكسيجين. بيجيب مساء ده ليه? ثم نضيف كمية من مسحوق ساني اكسيد المانجينيز لنه اسود. طيب هنقارن بين عدد فقوعات المتساعدة قبله وبعد الاضافة. بلعز ايه? ان زيادة عدد فقوعات المتساعدة بعد اضافة مين? او عند اضافة مين? مسحوق ساني اكسيد المانجينيز. طيب ليه? لانه يعمل كعامل ايه? كعامل حفاز. بيزيد من سرعة. بيزيد من سرعة التفكك. فوق اكسيد الهيدروجين اللي هو ماء الاكسجين الى اكسجين وماء. يبقى هنا سانوسيل مانجنيز بيعمل كعامل ايه? حفاز. بيزيد ايه? من سرعة التفكك. فوق اكسيد الهيدروجين الى نقط ونقط. الى ايه وايه? الى اكسجين وماء. طيب يبقى هنا افهم من كده ايه? ان وجوده في التفاول الكيميائي قبله وبعد التفاول الكيميائي بيكون تركيزه سابط. يعني مسلا عندي هنا. اهو. يبقى البيه هنا الخط المستقيم ده هو ده عبارة عن ايه? عبارة عن عامل ايه? عامل حفاز. تعال نشوف. نكتب مع بعض كده. فيه المتفعالات? اهو. السي والدي. يبقى كده. زائد الدي. دي المتفعالات. طيب فيه النواتج? اهو. هده الايه بتذهب من نقطة الاصلة. يبقى انا عندي سهم يدينا الايه. طيب فيه عندي ملحوظة هنا. ان تركيز السي ده في تركيز مين? الدي. يعني تركيزه اقبئ. يبقى احط هنا اتنين قدام السي. طيب تركيز الايه? نفس تركيز السي يبقى احط اتنين جنب الايه. طيب انا عندي هنا عامل حفاز. بكتبه فين? بكتبه على السهم. يبقى هنا البيه. ساد. اما اقول لنا علي الليه? هقول لان في بداية التفاعل كيميائي تركيز المتفاعلات اكبر ما يمكن وفي النهاية صفر. طيب النواتج اللي هو الايه ليه? لان في البداية صفر وفي النهاية بتكون اكبر ايه? ما يمكن. طيب انا شب بعد كيه بقى الانزيمات. الانزيمات جسم الانسان بيحتوى على الاف المواد الكيميائية اللي هي بتقوم بدور العوامل الحفازة اللي موجودة في المعمى. يبقى احنا عندنا انزيمات دورها زي دور العوامل الحفازة اللي موجودة في المعمى. طيب اما اجاب عارف الانزيمات بقول هي ايه? عبارة عن مواد الكيميائية. بيونتجها مين? جسم الكئن الحي. طيب ايه اهميتها بقى? دي اهميتها. تعمل كعوامل حفازة. في زيادة سرعة التفاعلات الحيوية او البيولوجية. يبقى هنا بتزوج سرعة التفاعلات الكيميائية. لكن في جسمنا بقول ايه? سرعة التفاعلات الحيوية او البيولوجية. حيوية بيولوجية زمين زي التنفس. زي الهضم. دو كل ما اسمها تفاعلات ايه? حيوية او بيولوجية. طبعا التفاعلات الحيوية او البيولوجية في وجود الانزيمات تفوق ملايين مرات في حالة عدم وجودها. تفاعلات الحيوية او البيولوجية الموجودة فين? في الانسان. في وجود الانزيمات تفوق ملايين مرات في حالة عدم ايه? وجودها. كل انزيم طبعا في دركة تخصص ازاي? كل الانزيم بيؤدي وظيفة محددة فقط. ممكن يؤدي وظيفته مليون مرة في الدقيقة. مليون مرة فين في الدقيقة. لكن وظيفة محددة. ازاي مسلا عندك ايه? زي مسلا انزيم الاميليزة موجود في اللعاية. ده ان شاء الله ناخدها ان شاء الله السنة الجاية ولا سنة. او انزيم التربسينوجين او اللايبيز. وده بيفرز من العصار بين كاريسية او ما الطعام بيوصل الاسنة ايه? العشر. طيب تعال نشوف بعد كده. مساء. زي مين? وده مهم جدا دايما يجي في متاحية. زي عندك البطاطة. البطاطة تحتوى على انزيم. اسمه انزيم الاكسيديز. مهم جدا دايما يجي في متاحية. اسمه ايه? انزيم الاكسيديز. طيب. وضع بنشاط. كأس زجاجي. وضع في ايه? كمية من فوق اكسيد الهيدروجين. ثم نضيف كتعة من البطاطة. ونقارن بين عدد فقاعات المتساعدة. قبل وبعد اضافة كتعة البطاطة. بلاحظ ايه? زيادة عدد فقاعات المتساعدة بعد اضافة مين? او عند اضافة مين? كتعة البطاطة. ليه? لانه بيحتوى على انزيم الاكسيديز. اللي يزيم على ايه? سرعة تفكك فوق اكسيد الهيدروجين برضك الى اكسيجين وايه? وما. يبقى انا عندي هنا طرق تي. بالنسبة لفوق اكسيد الهيدروجين. اول طريقة اللي انا استدام البطاطة. اول طرق التانية اللي انا استدام مين? ثاني اكسيد الميجينيز. ثاني اكسيد الميجينيز ده المادة الكيميائية موجودة في المعمل. لكن البطاطة ده عبارة عن ايه? دي اه كائن حي. يعني بيحتوى على انزيمات. انزيم اسمه ايه? انزيم الاكسيديز. بعدش طبالت عليكم النهاردة. اخر شي بقى اللي هو المحول الحفزي. المحاول الحفز ده عبارة عن علبة المعدنية. علبة معدنية. دي موجودة في السيارات الحديثة. بتعمل معالجة لغازات احتراكة الضرة قبل تردها للخارج. عبارة عن ايه? علبة معدنية توجد في السيارات الحديثة. تعمل معالجة مين لغازات الضرة? اللي هي بتندق عن احتراك مين? الوقون. طيب بتتكون من ايه? ثلاث شعب. واحد اتنين تلاتة. كم شعب? تلات شعب. كل شعب ده عبارة عن مصنوعة من الخزف او السراميك. مصنوعة من الخزف او السراميك. عامنا زي خلايا شمع النحل كده. خلايا شمع النحل. ومطلية بفلزات غالية بفلوس كتيرة. زي مين بقى? زي البلاتين او الاريديوم او البليديوم. مهم اقول حاجة دي. زي مين? البلاتين او الاريديوم او البليديوم. دي فلزات سمينة. طيب ومتصل بانبوب. انبوب عشان تطرد ايه? غازات العواد من احتراك الضر. يبقى المتصل بمين? بانبوب لطرد الغازات ايه? خارج. طيب. ايه الاهمية? كل شعبة من دولار تعمل على معالجة وحدة لغازة الضر. كل شعبة تعمل ليه? معالجة وحدة لغازة الضر. لحد من التلوث البيئي. لحد منين من التلوث البيئي. هو حد من التلوث البيئي. طيب ايه فكرة العمل? فكرة العمل هنا ان العامل الحفاز والعمل الحفاز اللي هي بتزود من سرعة معالجة الغازات لحتراك الضر. بتزود من السرعة. طيب الخلايا السماكية اللي عامل زي الخلايا النحلة ديت. ده بتزود مساحة سطح العامل الحفاز المعالج لغازات لحتراك الضر. وبالتالي ايه? بيوفر اكبر قدر من الفلزات السمينة. في جهة العمل مهمة جدا. طيب اخر شيء بقى? بيكربونات السوديوم. بس اخدمها في ايه? كمية قريلة من بيكربونات السوديوم بحطها في المكنسة الكهربية. عشان بتخلص من رائحة الطراب اثناء التنظيف. او مثلا في الحوض مع الماية المغلية عشان تسلكه. تسلك الحوض. ضع كمية من بيكربونات السوديوم في سلة المهمولات. لتخلص من ايه? من الرواح الكريهة. او اثناء نقع البوكوليات. الفول. حاجة ده كلها. اللي تخلص من ايه? من الانتفاخ. المصاحب الاكل ايه? البوكوليات. طيب او في التلميع المعادل. بيجيب ده البوكوليات فضية. حطها في طبق. مغطى بورق الفويل او ورق الالمونيوم. حطها ماء ماغلي. وحط ضيف عليها ايه? بيكربونات السوديوم. واسبها لمدة ربع ساعة. وبعدين اشطفها وكفيفها بقطعة من الصوف. تصبح اكثر ايه? لمعان. او الكتعة المعدنية المصنوعة من النحاس او الكروب. بجيب كتعة من القماش مبللة ومغموسة من بيكربونات السوديوم ولمحة تصبح اكثر ايه? لمعان. او في الحديقة. بوضعها باستمرار في امك خروج النام. بلحز عندي اختفاء ايه? ايه النم. ان شاء الله حصة جاية. هنحل ايه? التدريبات. وان شاء الله هقول لها كلها. عشان كان في طلب اقلولي. عوزين حل بقية الاسئلة اللي موجودة في الدرس الاول.